الفراولة حلوة جدا اليومين دول وقلت اعمل مربة فراولة يا جماعة المربة البيتي غير الجهزة خالص انا نفسي تعملوا المربة في البيت احنا مش بنوفر فلوس بس لا كمان طعمها شاهي جدا بصوا لونها زي ازاي وحقول لكم ازاي نطلعها لونها كده ولا طعمها وريحتها نفسي تشموا الريحة تفتح النفس بجد والقوام المزبوط انا بحبها جدا وبالذات مع كريمة اللبن الصبح كده مع الطوست وكريمة اللبن احلى فطار مع كوباية الشاي بالنعناع او النسك فيه يا سلام اول خطوة انا من بالليل جبت اتنين كيلو فراولة غسلتهم كويس جدا لغير ما تأكدت ان ما فيش اي رواصب والمية ريئة خالص ممكن تسيبوا الفراولة زي ما هي او ممكن تقطعوها حسب الرغبة بعد كده هنضيف واحد كيلو سكر على كل اتنين كيلو فراولة فيه ناس بتضيف سكر اكتر من كده بس انا بحب يعني هي دي درجة السكر اللي بحبها بعد كده هتسيبوها نبيتها ليلة كاملة في التلاجة لغاية الصبح هتلاقوا الفراولة نزلت ميتها والسكر داب زي المنظر ده هنرفعها على نار في الاول هنعلي النار ونستنى لغاية ما تطلع الريم على الوش زي ما احنا شايفين كده هشيلوا بالمعلقة لغاية ما الوش يروق خالص بالمنظر ده هنا بقى هحط عصير اللمونة ووطي النار شمعة خالص ولازم تهتموا بالنار تبقى واطية لغاية ما توصل للمرحلة دي عايز اقول لكم لو المربط لسعت هتدي ريحة سياطف والطعمها هيبقى وحش ولونها هيغمق هنا انا بدأت تستوي فانا هعمل اول اختبار طبق نشيق ناشف ونضيف جدا هحط عليها نقطة واسبها تستهدأ واشوفها بعد كده زي ما احنا شايفين انا شايفها لا لسه فضل الله حبه لسه صيحة شوية اهم حاجة افضل جنبها وحجرب تاني انا هنا وجربتها المرة تانية كده بالنسبالي تمام جدا شايفين هي ما يعني بتتحرك بهدوء جدا احنا هنا حطفي وحسيبها تستهدأ خالص لغاية ما تبرد نهائي وحكون مجهزة برطمونات قبلها بكذا يوم غسلاها وسايبها تتجفف بشكل زيتي من غير ما تدخل كده باي فوتو وحستنى لما المربط تبرد خالص وابدأ اعبيها في البرطمونات وهي بردة عشان يا جماعة ما تعفنش في البرطمونات لازم تبقى بردة ومستهدية خالص اشتركوا في القناة